بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين نرحب بكم اليوم وآخر محاضرات المعدلات الزمنية إن شاء الله تكون المحاضرات لازم مراجعة دقيقة وبالإضافة إلى الأجزاء الخاصة بحلول الواجبات من أجل ضمان الدرجة الكاملة في أسئلة المعدلات الزمنية وكما أعتدنا راح تكون الجزء الأول من محاضرتنا هو حل سؤال الامتحان إذن سؤال الامتحان كان سؤال فيه فكرة مهمة جدا جدا وسبق وأن تطرقنا لها في المحاضرة السابقة إذا وجدت معادلة منحني في سؤال ما فأن هذه المعادلة ربما تكون علاقة أساسية وربما تكون علاقة ثانوية أكيد هناك نقطة تتحرك على المنحني فإن قيل في السؤال أن النقطة المتحركة معدل ابتعادها أو اقترابها عن نقطة ثابتة معلوما أو مطلوبا فلابد أن العلاقة الأساسية هي معادلة أو عفوا قانون المسافة والعلاقة الثانوية هي معادلة المنحني أما إذا لم يذكر في السؤال عبارة معدل ابتعادها أو اقترابها فأن العلاقة الأساسية ستكون معادلة المنحني إذن هنا سنناقش السؤال بشيء من التفصيل وما سأعرض الإجابة النهائية التي وصلتني من عدكم لأجل الاستفادة من كل خطوات الحل اللي ممكن نشوفه ولكن رح يكون الحل ببعض الإختصار من أجل كسب الوقت حتى نبدي بالمحاضرة إذن جد مجموعة النقاط التي تنتمي إلى القطع المكافئ أريد تقولولي شنو خطوات الحل الأولى علي حيدر تفضل أستاذ أول شيء الفرضية بعيشت عن المعادلة المكافئة نعم نفرض M X و Y إذن هنا هذه ال M هذه رح تكون X و Y تنتمي إلى القطع المكافئ الزيان العلاقة الثانوية اللي هي رح تكون Y تربيع تساوي 4X هذه علاقة ثانوية بعد الفرضية ما تشكو بيها نقول لي أن هي النقطة 7-0 إذن أني النقطة الثابتة هي 7-0 لابد أن ال S يمثل قانون المسافة بين ال M وال N ولكن الفكرة اللي نعطنيها بالسؤال هناك يقول لي بحيث يكون معدل تغير الإحداث السيني لها يساوي 5 أمثال معدل ابتعادها عن النقطة 7-0 شنو كان تفسيرك لهذه الفقرة أستاذ هناك طريقة يعني عمد أكتب المعادرة لأنه ما أقول لي Dx على DT نعم يساوي 5DX على DT يعني ما أقول لي 5DX أنت يساوي DX على DT إذن معنى S يعني DX على DT إذن هناك يقول لي معدل ابتعادها عن الإحداث السيني DX على DT يساوي 5 أمثال معدل ابتعادها عن النقطة 7-0 يعني معناها 5DX على DT فأني هنا مخير أما أقول الـ DX على DT يساوي 5DX على DT أو أقول الـ DX على DT يساوي 5DX على DT إذن هذه العبارة اللي موجودة بالسؤال الغاية من عدها من بعد ما أشتق لو كلها أسويها بدلالة DX على DT ومن ثم الإختصار أو أجعلها بدلالة العكس DX على DT ومن ثم الإختصار إذن هناك كيف إذن الفرض المتغيرات بأسماء معينة فرضتها الخطوة الثانية تتحدث عن إيجاد علاقة بين المتغيرات وإنت قلت لي هسة العلاقة قانون المسافة إذن شكراً إليك علي على مودي هنا أكثر عدد ممكن من الطلاب رح يشاركونا ومريم قاسم شو تقولين قانون المسافة شتون اختاري T نعم أستاذ الـ S يساوي M في N يعني رح يكون عندنا تحت الجذر التربيعي X2-X1 لكل تربيع إذن رح سنعوض يعني مباشرة يعني X-7 لكل تربيع زائد Y-0 لكل تربيع إذن زائد Y-0 لكل تربيع بس أريد هنا أنبه على فقرة مفردة ذكرتها قلت حاصل ضرب أبداً محاصل ضرب يعني الـ M N هذا يقصد بها المسافة بين النقطتين النقطة لا تضرب في نقطة لو كانت الـ M عدد والـ N عدد فالـ M N معناها ضرب العدد ولكن هنا لا المسافة بين النقطتين زيان أكيد هنا رح يصير عندي مربحة دانية يعني شرح يصير عندي يعني أكو داعي أكو داعي نكتب هالـ MN لو رسل نبدي من هالخطوة لا لا مباشرة نساني كاتب الـ S-MN فمباشرة رح أجي أطبق قانون المسافة إذن شرح يصير عندي X تربيع ناقصاً 14X زائد 49 زائد Y تربيع زائد 49 زائد Y تربيع إذن هنا الغاية من العلاقة الثانوية يعني هس هنا رح أجي أقول بما أن الـ Y تربيع تساوي 4X شنو فايدة هذه اللي نعطنيها بالسؤال Y تربيع تساوي 4X نعم الـ Y تربيع بدالها نعوض 4X إذن معناها رح يصير عندي الـ S يساوي إذن هذا الجدر رح يبقى مكانة يعني رح يصير X تربيع ناقص 14X زائد 49 زائد 4X يعني معناها رح يكون عندي الـ S الصورة النهائية له هو التحس الجدر شنو X تربيع ناقص 10X زائد 49 ناقص 10X زائد 49 إذن فرض المتغيرات بأسماء معينة ومن ثم إيجاد علاقة بين المتغيرات وجعلت العلاقة بدلالة متغير واحد عمار رائد إذا شاركنا في التكملة أستاذ ما يعني أحد سأشتقها رح يكون الاشتقاق الطريقة السريعة لاشتقاق الجدر التربيعي ما هي أستاذ مشتقة بالوقع على 2 في المشتقة الجدر هو نفسه إذن معناها رح أقول الـ D S على D T يساوي إذن هذا رح يكون خط الكسر الطريقة السريعة لاشتقاق الجدر التربيعي هي مشتقة داخل الجدر على 2 في الجدر نفسه ما هي مشتقة داخل الجدر 2 X D X على D T ناقص 10 D X على D T إذن 2 X D X على D T ناقص 10 D X على D T الكل على 2 في الجدر نفسه اللي هو X تربيع ناقص 10 X زائد 49 إذن يؤدي إلى شنو الإجراء اللي رح أسوي استاذنا أخذ عام المشترك هو 2 D X على D T رح أخذ 2 D X على D T عام المشترك إذن معناها D S على D T هذه رح تنتظر D S على D T بالانتظار رح أجي أسحب 2 D X على D T عام المشترك إذن هذا 2 وهذا D X على D T أريد أسحبها من جهة اليمين أو من جهة اليسار بكيفك إذن معناها رح يصير X ناقص 5 على 2 في جذر X تربيع ناقص 10 X زائد 49 إذن شنو الأخبار السعيدة اللي ممكن نحصل نحصل عليها هل أشتق 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 الثنين وي الثنين الثنين وي الثنين بل هذي واقع حال هذي رح تختصر الثنين وي الثنين نعم أعوض مكان D S على D T أعوض 5 D X على D T أو أعوض مكان D X على D T 5 D S على D T إذن كلاهما صحيح يعني أنا رح أختار أحد التعويضين بلي يعجبني كل الطرق تؤدي إلى المية فإذا بقيت D S على D T على وضعها وأم كان D X على D T هذه رح أعوض 5 D S على D T وهذا رح يبقى عن D X ناقص 5 وهنا اللي هو جذر X تربيع ناقص 10 X زائد 49 شكرا إلك زيان هس هنا بمجرد هذا التعويض أو التعويض الآخر اللي اقترها عمار كلاهما في كل الأحوال رح أجي أختصر D S على D T أو D X على D T يعني معناها رح نوصل إلى ماذا تبارك عمار نعم أستاذ رح نسوي طرفين في وسطين نعم يعني أكيد الطرف الأيسر أوكي الخمسة رح توزع والطرف الأيسر رح يكون عندي واحد مو نعم يعني معناها رح يصير واحد يساوي البسط شرح يصير عندي خمسة أكس ناقص خمسة وعشرين ناقص خمسة وعشرين وهذا الجذر يبقى على حاله X تربيع ناقص عشرة X زائد تسعة وعشرين سهنا من رح أقول طرفين يسا وسطين شرح يصير عندي رح يصير عدنا خمسة ناقص ناقص خمسة وعشرين والجذر نفسه ينزل X تربيع ناقص عشرة أكس زائد تسعة وعشرين إذن هذا الجذر رح يبقى على وضع اللي هو X تربيع ناقص عشرة أكس زائد تسعة وعشرين زيان هس آني رح يعجبني الزغرف مثل ما زغرفت في المحاضرة أستاذ لأنه هنا ما رح نسوي بالتربيع من تطلع عندنا نتائج مال X نعم من يجي أعوضها نعرف ياهو ويهم وياهو ها رح أجي أعوضها اتفقنا أي خطوة من خطوات الحال التي تشمل تربيع الطرفين بعد استخراج النتائج النهائية لا يتم الوثوق بهذه النتائج ما لم يتم تعويضها بمشتقة العلاقة الأساسية قبل التربيع هل سيصير القبلها لا يوجد مشكلة يصير القبلها ولكن هذه أسهلهم فإذا ظهر طرف أيمن يساوي طرف أيسر تقبل وإذا طرف أيمن لا تساوي طرف أيسر ترفض إذن معناها بتربيع الطرفين إذن إيش رح يصير عندي رح يصير عدنا 25 X تربيع 25 X تربيع نعم ناقص ناقص 250 X زائد 625 زائد 625 يساوي يساوي X تربيع ناقص 10 X زائد 49 إذن هذا 10 X زائد 49 أكيد هل سيصير المعادلة يعني معناها شو سيصير عندي رح يصير عدنا 24 X ناقص 240 X زائد 576 يساوي إذن زائد 576 يساوي 0 إذن بإمكاني أن أقسم على 24 إذن رح أقسم على 24 بعض الإجابات اللي وصلتنا لم يختصر 2 و 2 وبالتالي تطلع عند أرقام كبيرة يعني هنا 42 تطلع 480 تطلع فأرقام يعني كبيرة نسبيا فالقسم هوايا رح سهل لأمر من قسمت على 24 يعني رح يصير عندي أكثر ناقص 10 زائد 24 يساوي 0 هسا هنا من رح أحلل بالتجربة شرح يصير عندي رح يصير عندنا أكس ناقص 6 و أكس ناقص 4 يساوي 0 إذن أكس ناقص 6 وأكس ناقص 4 يساوي 0 يعني معناها رح يكون عندي either or فهنا من رح أجي أقول هنا أما أكس تساوي 6 أو رح تكون عندي الأكس تساوي 4 زين هذي وين عوضها هنا رح نجي عوضها بالتجربة هذا بالتجربة 5 في 6 شكرا 30 5 في 6 30 ناقص 25 يساوي 5 إذن هذه 5 زين 6 تربيع هذا 36 ناقص رح يكون عندي 60 زائد 49 رح يصير 85 ناقص 60 25 5 إذن 5 تساوي 5 إذن هذه تقبل زين من ريد عوض الأربعة شرح يصير عندي y تربيع يساوي 4 في x اللي هي 6 y تربيع يساوي 24 لا لا دقيقة قبلتها دع خلي رح أكمل الأربعة وبعد أجي أستخرج ال y من ريد عوض الأربعة شرح يصير عندي 20 ناقص 25 يساوي سالب 5 إذن هذا رح يصير عندي سالب 5 في حين هنا اش رح يصير عندي رح يصير 16 ناقص 40 زائد 49 إذن معناها 25 جدرة 5 فرح يصير هنا سالب 5 وهنا 5 فبما أن الخمسة لا تساوي سالب 5 إذن معناها هذه تهمل إذن معناها الأربعة تهمل إذن هذا السؤال يعني ردة أوصل بي رسالة مهمة جدا سؤال الكتاب الواي ساوي صفر تم إهماله ليس لأنه صفر ولكنه لا يحقق مشتقة العلاقة الأساسية قبل التربيع السؤال المحور اللي أيضا عرضنا بالدرس الماضي طلعت موجبة وسالبة منهم أن السالبة ليست لأنها سالبة لأنها لا تحقق مشتقة العلاقة الأساسية قبل التربيع هنا طلعت قيمتيا الموجبة إذن الأربعة هملتها لأنها لا تحقق رح أجي الستة أقبلها فبما أن الواي تربيع تساوي أربعة أكس وأني عندي الأكس تساوي ستة يعني معناها الواي تربيع يساوي 24 إذن معناها الواي تساوي ما طول دا أعمل نقاط الموجب تأخذ السالب أيضا تأخذ جذر الأربعة وعشرين أما أبقيها جذر الأربعة وعشرين أو أقول اثنيا جذر ستة إذن معناها رح يصير ستة اثنيا جذر ستة والستة السالب اثنيا جذر ستة إذن هذه تنتمي إلى القطع المكافئ إذن شكرا لكل اللي شاركوا واللي كان عدهم رغبة بالمشاركة ومصارة فرصة لذلك وشكرا لكل الإجابات اللي وصلتني اللي عنده أي مداخلة على هذا السؤال يتفضل يسأل قبل ما نبدي محاضرتنا أستاذ نعم أرفع يديكم حتى نشوف الأولوية نعم مريم أستاذ بس بخطوة الاشتقاق أنا يعني مو بسط يعني مشتقة الجذر مشتقة داخل الجذر على اثنين في الجذر نفسه دي أكس على دي تي يعني أنا مو مسوية يعني خالتها يعني ضربتها في كل البسط عن مقام يعني مو مسوية ثنيا أكس في دي أكس على دي تي وبعدين سحبتها عامل يعني ممكن يعني هنا بالمشتقة الطالب اللي رح يقول رأسا ثنيا أكس ناقص عشرة ويخلي بين قوسيا على ثنيا في الجذر نفسه وهنا يم الكسر أكتب دي أكس على دي تي جائز ماكو مشكلة يعني كأنه مباشرة سحبتها عامل مبسرك صحيح نعم علي استاذ الجي سؤال هل أكو سؤال يعني مايسر بي دي أكس على دي أكس على دي تي تساوي يعني ما بيختص على هالجذر الثنين لا هو هنا لو يعني السؤال الكتاب ناطيني دي أكس على دي تي بعد ماكو داعي اختصار أنا رح أعوض مكان دي أكس على دي تي تي تنيين بالعشرة وناطيني عندما يكون الأكس ساوي أربعة واستخرجت الدي أكس على دي تي هذا السؤال تم تصميمه هنا خليت سؤال الكتاب أبو الوايت ربيع أربعة أكس أبو السبعة صفر وي السؤال ما ثلث اثنين خليتهم بخلاط رياضياتي ودست السؤال هواية أسهل يطيك الدي أكس على دي تي ويطيك الأكس يريد منك دي أكس على دي تي تعويض مباشر يعني بعد ماكو داعي كل هذا التعقيد أو يكون بالعكس زين شنو سؤالك الثاني نعم استخد السؤال الثاني إنه أنا ساني قاعدت والدفتر تشبير نعم والسؤال أخذ مني صفحة كاملة وبإنها صفحة صدرجة وسطة نعم بالدفتر الوزارة بشلون رح يكفي هذا الصفحة هذه الصفحة اللي مفتوحة قدامك اعتبرها صفحة هنا وزارية شوف أنا شلون رتبت الحل مات أنت مني تكون خطوات الحل كلها وحدة جو اللو يعني معناها شا رح يصير عندك يعني هذه هذه رح تكون جواها هذه رح تكون جواها يعني معناها شنو يعني معناها الصفحة ما رح تكفي لذلك مني تشوف الخطوة قصيرة وأكو مجال بالسطر فلا بأس أن تكتب يؤدي إلى أو نسميها يقتضي بشكل علمي وبعدي أن تكمل بصفحة أو إذا عجبك وحدة جو اللق فلا بأس أن إذا كانت هذه الورقة ماتك تقسم الورقة إلى قسميا هنا رح تجي تكتب ورما تكمل تكتب هنا على مودلة الثار بأن تقلب صفحة لأن هواية طلاب بالامتحان بمجرد أن يقلب صفحة الموجب ممكن يقراها سالة بالتنين يجوز يقراها أربعة فيصير خطأ بالنقل وبالتالي حرامات يضيع السؤال إذا عندك سؤال ثالث نعم عذراء تأذاني بس هاي وفتهمت من ليش عوضنا بدال DX على DT 5 DS على DT هو دا يقول لي بالسؤال يقل السؤال بحيث يكون معدل تغير الإحداث السيني يعني DX على DT يساوي خمسة أمثال معدل ابتعادها فإذا كان البعد بالنقطين سميت S فإن معدل ابتعادها هو DS على DT فإذا DX على DT هو خمسة DS على DT نعم أستاذ نعم هذة أستاذ عادي بس تعيد الخطوة آخر شيء مال التعويل يعني شون أقول عليها نقلك هنا قلنا النتائج المستخرجة ملاحظة مالتنا تقول أي خطوة من خطوات الحل إذا كانت فيها تربيع الطرفين يعني أكو جذر واضطريت أن أربع الطرفين فلا يتم الوثوق بالنتائج المستخرجة ما أصدق بيها إلا بعد تعويضها بالترشوبة شنو هذه الترشوبة؟ مشتقة العلاقة الأساسية قبل التربيع حس يصير عوض هنا يصير يصير عوض هنا هم يصير ماكو مشكلة يصير هنا هم يصير لكن أسهلهم آخر شيء قبل ما أقول بتربيع الطرفين من عوضة الأربعة طلع سالب خمسة يساوي خمسة وهذا غير ممكن خمسة فيه أربعة عشرين في عشرين ناقص خمسة وعشرين هذا سالب خمسة ومن عوضة الأربعة هنا طلع لي جذر خمسة وعشرين اللي هو خمسة لكن من عوضت الستة لا طلع عندي طرف أي من يساوي طرف أي سار كلاهما يساوي خمسة لذلك قبلت الستة وهملت الأربعة قلت عليها نقلت نعم وهمين هاي شنه هاي آخر شيء اللي بطف الأقواس لما كتبنا النقاط النقاط هادي ها موسى انت لين المتميزات احنا هنا بالعربي القطع المكافئ اندلع انسمي قاف ميم لكن انت هنا شرح تسمي هنا سسمي أشكرا بعد عثمان استعدك قصنا الورقة وقسمين نبدي من جهة اليمين ومن يساوي بشكل أكيد ما طول انت تكتب انجليزي فهنا تبدي من جهة اليسار لكن لو تكتب عربي فهنا تكتب من جهة اليمين نعم تكتب عربي لو انجليزي انت الآن هنا اريد اكتب فت قصيدة معينة مثلا اريد شرح معين وكانت الورقمات هذه من قسمتها الى قسمين زيان مرحجي اقول السلام عليكم ورحمة الله كملت هاي الصالفة وانا اكمل احكمل هنا ما طول ده اكتب بالعربي لكن اذا ده اكتب بالانجليزي ارقام رياضيات فعادة فتكون يسار لليمين دس اني على الكيميا الكيميا انت عندك شرح لو عندك معادلات لا لا حلعت يا دي مثل بفار واي مشترك اكتب يعني شرح ما طول بي حتش عربي كلها ارقام اللي خاصة باخر فقرات المعدلات الزمنية والملاحظة رقم اربعة تخص الاسئلة التي تحوي على مثلث قائم الزاوية طبعا انسا هذه الملاحظات ممكن يكون بيها تعديلات لغوية ولكن هنا حاولت ان اصيغي بتعبير لتسهيل استخراج الفكرة واستدراج الفكرة بالنسبة لكم اي سؤال يحتوي على مثلث قائم الزاوية في موضوع المعدلات الزمنية رح يكون الحلمة باحد ثلاث احتمالات اساسية اذا قبل ما اجي اسولف على ذني الاحتمالات الثلاثة خلي استرجع بذاكرتي المعلومات اللي اخذناها سابقا التخطيط مهم جدا فائدة التخطيط السؤال من يجيك رأسا هنا بدماغك رح تخصص اربع خلايا كل خلية خاصة بملاحظة فمن يجيك سؤال بمجرد ان تقرى رأسا رح تقول له ارسال سيت الى فتخلية معينة اذا اجاك سؤال وقل لك مثلا مكعب يتغير حجمه بمعدل رأسا رح تقول له ارسال الى الخلية رقم واحد اللي تتحدث عن اذا علم او طلب معدل تغير قانون لشكل هندسي فان ذلك القانون يمثل علاقة اساسية اذا اجاك سؤال يتحدث عن مخروط صب فيه الماء او يتسرب منه الماء اكيد الماء ايضا عنده يشكل مخروط رح تقول لي مخروط ببطن مخروط يعني اكو تشابه مثلثات اجيك سؤال يتحدث عن رجل وظل الرجل سفينة ميناء كذا فيه ظل فيه مثلثات متداخلة حتى لو مظل مثلثات رسمت الشكل ولقيت مثلثين واحد ببطن الثاني انت رح تقول تشابه مثلثين يمكن ان يكون علاقة اساسية ويمكن ان يكون علاقة ثانوية اذا اجاني سؤال يتحدث عن معادلة منحني تقول هذه معادلة منحني ربما تكون علاقة اساسية وربما تكون علاقة ثانوية اجاني سؤال لقيت بمثلث طائم الزاوية تقول لي خلاص هذا وجهه للخلية رقم اربعة الخلية رقم اربعة من تخلي عليها مكبر تلسكوب كبير جدا يعني الصورة يكبرها بشكل كبير جدا تلسكوب رح تلقى بيها هذه الخلية ثلاث درابين شنو دني ثلاث درابين رح نسولف عليها اذا خلي نروح نشوف هذه الخلية شكو بيها من خلال المثال الاول واريد تكتبو لي هذا المثال بعد ما راح تكتبوه رح نبدي بحله اذا لكم الفرصة لكتابة المتعام اذا السؤال الاول واليوم عندي هنا سؤاليا فقط في موضوع الاحتمال الرابع ورح ننجزئ اكتر من احتمال من حالة جزئية شنو تغييرات اللي ممكن يسويها بالامتحان السؤال ده يقول لي السلم طوله عشرة متر يستند بطرفه العلوي على حائط رأسي وبطرفه السفلي على ارض افقية طبعا هنا فاذا انزلق المفروض هنا اقول فاذا تحرك لان هنا كلمة انزلق يعني هنا يا ريت لا تستبدلوها انتو فاذا تحرك الطرف السفلي هنا اهل اللغة العربية يتحدثون عن الانزلق كمفردة هي السقوط من الاعلى الى الاسفل يعني هنا الحركة الافقية يقولون ما تسمى انزلق هذه فاكيد هنا اهل مكة ادرى بشعابها لذلك احنا نحترم رأيهم اهل اللغة العربية ما طولي حاججني بقضية لغوية اقول لي انت رأيك الاسوب لكن مني حاججني بطريقة مثلا باسلوب او خلاف رياضياتي اقول لي انت يعني امشي على رأيي بان انا ادرى من عندك بهالامر هذا فهنا نقول فاذا تحرك الطرف السفلي مبتعدا عن الحائط بمعدل اثنين متر بالثانية فعندما يكون الطرف الاسفل على بعد ثمانية متر من الحائط جد الرسم رح اجي ارسم مثلت قائم الزاوية هذا مثلت قائم الزاوية هذا يمثل السلم اسا هذا هو السلم درج والدرج مرتشي صفها على الحائط وصفها على الارض اذا هذا هو الدرج وناطيني طول هذا الدرج هو عشر متر جيد قبت فدهوية عالية وصارت مطرة مثل اللي صارت قبل كم يوم والدرج الزحلك درج اثناء سقوط السلم هذه الحائط هو منه هذا كله هو الحائط هذا الحائط وهذه الارض اذا اثناء سقوط السلم الطرف الاسفل سوف يبتعد عن الحائط والطرف الاعلى سوف يقترب من الارض الزحلك السلم ده يسقط خلال هذه العملية اكيد هذا الظلع رح يكون في حال التغير وهذا الظلع رح يكون في حال التغير وطول السلم رح يبقى ثابت الآن الخطوة الاولى تقول لي فرض المتغيرات باسماء معينة اذا هذه رح اسميها اكس وهذه رح اسميها واي وطول السلم هو ثابت جيد اش جاي يقول لي بالسؤال الطرف الاسفل تحرك مبتعدا عن الحائط بمعدل اثنين متر بالثانية فاذا بعد الطرف الاسفل عن الحائط سميته اكس يعني معناها رح اثبت المعلومات عندي اقول دي اكس على دي تي يساوي ثمانية فعندما يكون الطرف الاسفل على بعد ثمانية متر من الحائط يعني عندما يكون الاكس يساوي ثمانية اذا هذا عندما والملاحظات اللي ما اخذيها سابقا كل ما يرد بعد كلمة عندما او في اللحظة يعد متغير وهذا المتغير مكانه الطبيعي يعوض بعد الاشتقاق ولكن يجوز تعويضه قبل الاشتقاق لإيجاد قيمة متغير اخر ليتم تعويضهما بعد الاشتقاق زيان ده يريد مني مطلب المطلب الاول يقول لي اريد معدل انزلاق طرفه العلوي اذا معناها dy على dt هذا المطلب الاول المطلب الثاني يريد مني معدل تغير الزاوية بين السلم والارض اذا هذه الزاوية بين السلم والارض سيسميها ثيتر اذا المطلب الثاني ده يريد من عندي d theta على dt مطلبين بالسؤال اذا اشلون رح اجي افدي احل السؤال من خلال هذه المعلومات الثلاثية ان الملاحظة رقم اربعة رح اجي اقسمها الى ثلاثة اجزة اجزة الى اول يقول اذا علم ظلعين او اكثر في متلث بشكل دائم او مؤقت فان في ثاغورس سيكون علاقة اساسية او ثانوية معا اذا طلب معدل تغير ظلع فيه اذا اعيث بطريقة اخرى اذا علم ظلعين او اكثر في مثلث بشكل دائم او مؤقت السلعشر هذا دائم الثمانية مؤقت لذلك سميت اكس متغير وطلب معدل تغير ظلع فيه فان في ثاغورس سيكون علاقة اساسية وعلاقة ثانوية معا اذا قبل ما اروح الفي ثاغورس رح ابدي بفرض المتغيرات باسماء معينة اذا من خلال الحشر احتي اتهس اه الاكس متغير الواي متغير الثية متغيرة اذا هنا من ابدي بفرض المتغيرات باسماء معينة اش رح اقول هنا اقول نفرض بعد الطرف الاسفل عن الحائط هذا رح اسمي اكس وبعد ونفرض بعد الطرف الاعلى عن الارض هذا رح اسمي واي وبعد رح اجي افرض الزاوية ونفرض بين السلم والارض هذه رح اسميها ثيته اذا الخطوة الاولى فرض المتغيرات باسماء معينة هذه مهمة جدا جدا هس رح تقول لي يصير اطي هذه الفرضيات وصف اخر اقول لك ممكن ممكن يعني يجي طالب يقول لي نفرض الظلعين القائمين اكس وواي وانت مثبت الاكس والواي عن الرسم فاعتبره صحيح ماكو مشكلة نفرض بعد نهاية السلم العليا عن الارض يساوي واي ونهايته السفلى عن الحاق يساوي اكس هم ماكو مشكلة اذا تطين فد وصف ولكن هذا الوصف يفي بالمطلوب يعني ليقرأ يفهم شنو معنى اذا هذه الخطوة الاولى اللي هي فرض المتغيرات باسماء معينة الخطوة الثانية تقول ايجاد علاقة بين المتغيرات شو تقول الملاحظة الجزئية لحجيتها هسا اذا علم احاول اعيدها في اكثر من مناسبة على ما ترسخ بذهنك اذا علم ظلعين او اكثر في مثلث بشكل دائم او مؤقت ربما اثنيات ومؤقتات ممكن وطلب معدل تغير ظلع فيه فان في ذاغورس سيكون علاقة اساسية وعلاقة ثانوية في ذاغورس يقول لي مربع اي ظلع في مثلث قائم او عفوا مربع الوتر في المثلث القائم يساوي مجموع مربعي الظلعين القائمين يعني من اقول لك مربع الوتر يعني راح تقول لي مية هذا الوتر يساوي اكس تربيع زائد واي تربيع مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الظلعين القائمين هسا هذا السؤال موجود بالكتاب وده شوف كم مرة جاي بالوزاري اخرهم 2022 تطبيق دور اول ازين هذا من اجاب الوزاري السلم وطول السلم ثابت لكن ممكن يجيني سؤال اخر لا احد الظلعين القائمين هو الثابت ممكن يعني شلون يجيني سؤال يقول لفد عمود عمود ارتفاعه مثلا عشر متر والشخص بدأ من اسفل العمود بالحركة بهذه الاتجاه بسرعة الفلانية جد معدل ابتعاد هذا الشخص عن رأس العمود قمة العمود اذا هذا رح يكون في حالة تغير وهذا ايضا رح يكون في حالة تغير لكن طول العمود ذابت من اريد اكتف في داغورس في داغورس رح اصير واي تربيع يساوي اكس تربيع زائد مية من دا اجيب سؤال العمود بالامتحان بالمدرسة من دا اجيبه بالامتحان بالسنين السابقة دا اشوف واي طلاب بدأ يكتب لي مية يساوي واي تربيع زائد اكس تربيع اقول له بابا ليش يقول لي مو بالكتاب يقول لي مربع الثابت يساوي مجموع مربعين متغيرين اقول له ما اكو ايش عشي بالكتاب لأن بصد فالوتر هو الثابت نعم لكن اذا ثابت احد ضلعين القائمين ما اكو شي اسمه مربع الثابت يساوي مثلث القائم الزاوية الذي تنطبق عليه مبرهنة في داغورس يقول مربع الوتر إذا ثابت او متغير مربع الوتر يساوي مجموع مربع الضلعين القائمين اذا هذه الشغلة استبعبناها وان شاء الله ما ننساها فرض المتغيرات باسمه معينة وراها ايجاد علاقة بين المتغيرات العلاقة قلنا هذه في داغورس واتفقنا في داغورس رح تشتغل علاقة أساسية وعلاقة ثانوية معا مزيان اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن اشتق شنون رح اشتق هذه مشتقة المية رح تكون صفر مشتقة الأكس ربيع رح يصير اثميان اكس دي اكس على دي تي زائد اثنين وي دي وي على دي تي فرض المتغيرات بأسماء معينة ومن ثم ايجاد علاقة بين المتغيرات ومن ثم اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن متفقين سابقا عند اشتقاق العلاقة نذهب إلى التعويض اذا لقيت مجهول واحد خلص اعوض وطلع الجواب وخلص ااخذ عشرة من عشرة اذا طلع مجهوليا او اكثر ابحث عن علاقة ثانوية زي الاكس عندي الدي اكس على دي تي عندي الدي واي على دي تي يريدها صارح الصير عندي مشكلة بالواي رح اروح اقرأ قائمة الصلاحيات دستور المعدلات الزمنية فقرأ مهمة بالدستور اللي صوت عليه كل علماء الرياضيات المتغير الدائم مكانه الطبيعي يعوض بعد الاشتقاق ولكن يجوز تعويضه قبل الاشتقاق يمنع اشتقاق بعض ولكن ليش داعوضه من اجل ايجاد متغير اخر ليتم تعويضه او تعويضه ما بعد الاشتقاق لذلك خلي استفيد من هذه الصلاحيات رح اقول من الاكس تساوي ثمانية يعني معناها رح يصير مية تساوي اربعة وستين زائد وي تربيع يعني معناها الواي تربيع تساوي ستة وثلاثين اذا معناها الواي تساوي ستة هسا انتهت المشاكل صفر يساوي طبعا هنا ما رح اقول موجب او سالب ستة ليش لان اتعامل ويا اطوال بالاحتمال الثالث جنا نتعامل ويا نقاط ويا منحنيات لا اكتب موجب سالب اللي عنده اي سؤال خلي بس اكمل هذه الفقرة ونفتح باب النقاش اذا هنا رح عود تعويض مباشر اثنيا الاس هو ثمانية الدي اكس على دي تي هو اثنيا زائد اثنيا في ستة دي واي على دي تي يعني معناها رح يصير اثنعش دي واي على دي تي يساوي سالب ثمية وثلاثين يعني معناها رح يكون عندي دي واي على دي تي سالب ثمية وثلاثين على اثنعش اذا سالب ثمانية على ثلاثة هذا متر بالثانية اذا هنا منتهى السؤال لحد الان الفقرة الاولى لحد الان منتهت ليش لان يريد مني معدل انزلاق طرفه العلوي اذا معناها لازم اذكر هذه الفقرة استبدل الاشارة السالبة بكلمة انزلاق اذا معناها رح اقول اذا معدل انزلاق شنو الطرف العلوي اش رح اصير عندي رح اصير ثمانية على ثلاثة متر بالثانية اذا هذا ما يخص الجزء الاول المطلب الاول من هذا السؤال قبل ما اروح الى المطلب الثاني اللي عنده اي استفسار تفضلوا نعم اللي عنده سؤال ما كو سؤال الامور جيدة زي المطلب الثاني يريد مني معدل تغير الزاوية بين السلم والارض الملاحظة المهمة جدا جدا رح اضطيك مجال تكتب على راحتك وبعدين رح نسولف سوال جميلة شلون ممكن يغير لي السؤال بالوزاري المطلب الثاني يقول لي جد معدل تغير الزاوية بين السلم والارض هس اذا اجي اسئلك اقول لك شنو مشتقة السين شنو مشتقة السين سين اكس شنو المشتقة مالتها او سين يو اذا كانت الواي تساوي سين يو تقول المشتقة مالتها ي برايم تساوي كوسين يو في مشتقة الزاوية دي وعلى دي اكس زيان اذا سين ثيت شنو المشتقة مالتها سين ثيت المشتقة مالتها تقول cos theta d theta على dt باعتبار كل شي أشتقى أكتب يما d لإسم المتغير على dt أريد أذكرك بمجموعة قوانين سبق وأن ما أخذها أنت في المراحل السابقة وإذا نجيب المثلث القائم الزاوية إذا نسى هنا المثلث خلي الرسمة بهذه الصورة ورح أخذ فالزاوية لا على التعيين إذن هنا الزاوية هذه رح أسميها theta اللي قابل الزاوية theta هذا رح أسميه مقابل إختصارا رح أكتب هنا ممقاب اللي هنا بالإنجليزي سمه opposite جيد واللي بصف الزاوية هذا رح أسميه مجاور إذن اختصارا رح أسميه ميم جيم اللي هنا المتميزين يسموه adjacent واللي قابل الزاوية القائمة الضلع الكبير إذن هذا رح أسميه وتر اللي هما يسمو أتشواي اللي هو هاي باتنيوز زياني الساين شي ساوي الساين ثياتا شي ساوي قوانين إذا ما حافظها لا بأس أن تكتبها الساين ثياتا تساوي المقابل على الوتر الكو ساين ثياتا شي ساوي الكو ساين ثياتا يساوي المجاور على الوتر التان ثياتا شي ساوي يساوي المقابل على المجاور والكو تان ثياتا هذا يساوي المجاور على المقابل اللي هو عكس التان مقلوب التان والسي كن ثياتا السي كنت هو مقلوب الكو ساين يعني معناها رح يصير الوتر على المجاور والكو سي كن ثياتا اللي هو مقلوب الساين رح يكون عندي الوتر على المقابل الملاحظة الثانية الجزء الثاني من الملاحظة الرابعة تقول لي إذا علم أو طلب معدل تغير الزاوية في مثل القائم الزاوية فإن العلاقة الأساسية هي نسبة مثلثية إذا علم أو طلب هذا السؤال نطلب حتى إذا علم بالامتحان الدرس الجاي أنا أقول لك إذا علمت أن معدل تغير الزاوية يساوي كذا إذا معناها العلاقة الأساسية رح تكون رح تكون نسبة مثلثية يعني السؤال يحلبس الطرق أريد أختار الساين الكوساين التان الكوتان سيكند كوسيكند كل الطرق تؤدي إلى المية والسؤال يحلبس الطرق ولكن بسؤالنا الحالي المقابل مالتنا هو Y المقابل مالتنا Y والمجاور هو X والوتر هو 10 بعد شوية رح أرجع للسؤال بس أريد أسول بس السؤال مهمة وأرجع للسؤال إذا أريدت أقول ساين تيتا إيش رح يصير الساين تيتا رح يصير Y على 10 والY على 10 معناها 1 على 10 Y هذا الأول إذا أقول كوساين تيتا رح يصير عندي X على 10 والX على 10 رح يصير 1 على 10 X إذن هذا الثاني إذا أريدت أقول تيتا رح يصير عندي Y على X مقابل على المجاور وإذا كوساين تيتا رح يصير عندي X على Y وإذا سيكنت رح يصير 10 على X اللي هي 10 X السالب 1 وإذا كوسيكنت رح يصير عندي 10 على Y يعني معناها 10 Y السالب 1 المقام من أصعد إلى البس تغير بإشارة الأس هذه العلاقة الأساسية من أختارها يعني أحتاج أن أشتقها فمشتقة العلاقة الأساسية هذا المشتقة ما تش رح يصير عندي هذا رح يصير 1 على 10 DY على DT يعني ما يحتاج لا X ولا Y ولا DX على DT هذا رح أصير المشتقمات رح أصير 1 على 10 DX على DT يعني ما يحتاج لا X ولا Y ولا DY على DT لكن هذا من رح أشتقها رح أشتقها قعدة ساتسة المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع يعني أحتاج X Y DX على DT والDY على DT وهذا هم نفس الشي أحتاج أربعة هم شوف الأخير قبل الأخير هذا من أريد أشتقها رح أصير المشتقمات رح أصير سالب 10 X والسالب 2 DX على DT يعني أحتاج X وأحتاج DX على DT هذا من أشتقها رح أصير سالب 10 Y والسالب 2 DY على DT لذلك ش رح أستنتج أقول الأول والثاني من أشتقهم أحتاج مفردة واحدة فقط الثالث والرابع من أشتقهم أحتاج أربع مفردات الخامس والسادس من أشتقهم أحتاج مفردين لذلك ياه الأسهل أن أحتاج إلى مفردة واحدة فقط كل هذا الحج شنو الغاية من عنده أقول لك إذا علم أو طلب معدل تغير الزاوية في مثلث قائم الزاوية فإن العلاقة الأساسية هي نسبة مثلثية هذا اتفقنا من عنده يعني 6 احتمالات زيان شنو دني 6 احتمالات ساين كو ساين تان كو تان سيكت كو سيكت ولكن يستبعد يستبعد النسبة المثلثية اللي تربط بين المتغيرين يعني معناها شنو يعني هذا رح اقول له ما تفيد وهذا يقول له ما تفيد لأن يحتاج إلى أربع مفردات وبعد بينه يستبعد يستبعد النسبة المثلثية اللي الثابت مالتها بالبسط يعني هذه ما تفيد ني هذه ما تفيد ني إذا يش يبقى عندي بس الثابت مالتها بالمقام ليش على موض يكون عندي مفردة وحدة هس من أريد أرجع السؤال إش جاي يريد مني هس داي يريد دي ثي تعال دي إذن الملاحظة ش تقول تقول إذا علم أو طلب معدل تغير الزاوية في مثل الطائم الزاوية خليها بالك وحاول ترددها وأحيانا الوزن الذي يحكي به يبقى بالك ولا نسيتها بس تذكر الوزن تذكر الملاحظة إذا علم أو طلب معدل تغير الزاوية في مثل الطائم الزاوية فإن العلاقة الأساسية هي نسبة مثلثية يفضل أن تربط بين ثابت ومتغير ويفضل أن يكون الثابت في المقام هذا سيكون أسهل الطرق على الرغم من جواز استخدام الطرق الأخرى إذن إن شاء الله الملاحظة هي ببالك وما تنساها إذن خلي نستخدم هذا الحاجي هنا شنو اللي يربط بين ثابت ومتغير والثابت في المقام أنا رح أختار الساين إذن رح أقول ساين تيتا تساوي المقابل على الوتر لسهولة الإشتقاق إذن رح أقول ساين تيتا يساوي واحد على عشرة واي شوفوا شون قسمت الورقة إلى قسميا أيضا هنا داريد أجاوب الطالب قبل شوية اللي يقول لي شلون نظم الإجابة يفضل أن تكون الإجابة لكامل السؤال بورقة واحدة فسا إذا خطك شبير وتريد ورقتين ماكو مشكلة يعني ممو لا ضير ولكن الحل بورقة واحدة والحل مرتب والكلمات واضحة يكون أفضل إذن ساين ثيتا مقابل على الوتار شنو المشتقة مالتها مشتقة الساين إذن رح أقول كوساين ثيتا وأبد ما أنسى دي 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 هذا شي ساوي واحد على عشرة دي 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 رح تقول لي أنا ثيتا ما أعرف أشي قد حتى أستخرج الكوساين مالتها أقول لك ولا يهمك إذا اتفقنا بأن الساين هو مقابل على الوتار إذن الكوساين هو مجاور على الوتار يعني مكان الكوساين ثيتا رح أكتب رح أكتب أكس على عشرة دي ثيتا على دي هذا يساوي واحد على عشرة دي واي على دي دي الدي ثيتا على دي يريدها الأكس معلوم الدي وي على دي تي معلوم إذن رح يكون الساة تعويض ش رح يصير عندي ثمانية على عشرة الأكس هو ثمانية يعوض بعد الاشتقاق وأنا اشتقيت دي ثيتا على دي تي يساوي واحد على عشرة من هو الدي وي على دي تي دير بالك تكتب الأصلية أم السالب يعني مو تكتب ورا ما قلت معدل انزلاق تكتب الأصلية اللي هي رح تكون سالب ثمانية على ثلاثة عند المساواة يمكن اختصار بسط مع بسط أو مقام مع مقام يعني معناها ثمانية ويا ثمانية تختصر العشرة ويا العشرة تختصر إذن رح يصير عندي سالب واحد على ثلاثة دير بالك تقول متر بالثانية الزاوية إذا كانت متغيرة إذن رح أقول راد على السكند الراد أقول عليها معدل شنو إذن هذا معدل تغير الزاوية بين السلم والأرض لو رأيت مني جد معدل نقصان الزاوية كان قلت له إذن معدل نقصان الزاوية بين السلم والأرض هي واحد على ثلاثة راد على س لو كان المطلوب بهذه الصورة إزيان هس هنا خلصت هذا السؤال بعد عندي بيحت شي لكن الحل انتهى إذا عندك أي مداخلة أو شي مواضح تفضل إسأل حتى أكمل سالفتي ساكتين لو سطرت لو تفهمون نعم نعم أمير أستاذ بس من الأكس على عشرة تقدر عد إياها بشكل سريع لننت فصل طلعني من الش اسم هنا الساين قلنا مقابل على الوتار الكوساين شنو الكوساين مجاوض على الوتار ها طلعت ها طلعت دي كوساين ثيتا ما عندي ثيتا حتى عوض دعس بقيمتها فس لو نعطين الثيتا عندما تكون الزاوية مثلا باي على ثلاثة ودرح عوض وانتهت المسألة بس ما طول ما عندي الثيتا رح عوض مكان الكوساين بما يساوي هاللي هو المجاور على الوتار استاذ بنقدر يعني بشكل اصح انه اذا تزاوية الثيتا فوق المقابل هيصر اكس ومجاور هيصر واي لا احنا ما نقول اصح يعني انت هذا المقابل والمجاور حسب موقع الثيتا اللي انت فرضتها يعني بالنسبة لهذه الثيتا مقابل هواي ومجاور ها اكس ولكن لو بالامتحان الوزاري يقل لي جد معدل تغير الزاوية بين السلم والحائط يعني معناها اذا هذي سميت هثيتا فمقابل ها رح يصير اكس ومجاور ها رح يصير واي استاذ لي مو الا الكوسين هو اللي طل للجواء على دي لا مشرق مشرق يعني هس سالف بعد شوية لو مستخدم الكوسين هل يكون السؤال اسهل له اصعب هسا رح نسوله بعد شوية ورما نستمع الى اسئلتكم تبارك اذا كان عند السؤال نعم ستال دع سيلك على المطلب الثاني من الكاتب سرعة تغير الزاوية نعم نفس يعني بالتعبير نفس معدل سرعة الزاوية كلمة معدل كلمة معدل وكلمة سرعة نفس الشي فيقول لي سرعة تغير كم طالب موجود اليوم حاضر مكان محاضر تمال باشر فهنا السرعة طبعا هنا احيانا يسميها speed واحيانا يسميها velocity السبيد هي تعني انطلاق velocity هي السرعة اللي ممكن تكون موجبة ممكن تكون سالبة ممكن تكون صفر فهنا ممكن يقول velocity واحنا عدنا هنا يقول لي سرعة تغير او يقول لي معدل تغير نعم عثمان سؤالك لا لا هنا دائما هنا بدلالة الزاوية نصف قطرية فهنا أكتبها راد على السكند إذا كانت الزمن سكند إذا كان منت فأرح أقولها راد على المنت راد على الأور حسب الفترة اللي نعطينها الزمن نعطينها بالسؤال وحدة الزمن بس أقول عليها بدلالة الزاوية نصف قطرية إجابة قبل ما أنتقل إلى سؤال آخر ممكن أن أوجه سؤال يعني ماذا لو تم استخدام الكوسين بدلا من السين في هذا السؤال يعني السؤال بتعبير آخر من دايجي هذا السؤال بالوزاري دايجي مطلبيا مطلبيا أولا ثانيا هسا هنا جاوبنا على المطلب الأول وبعدين جاوبنا على المطلب الثاني هسا أحيانا أزعل على واضعي الأسئلة الوزارية اللي يجيبون مطلبين للطلاب أقولهم دول الطلاب هم خطيئة هم ولدكم ليش تردون منهم مطلبين أريد منكم تطوهم مطلب واحد بس منه أقولهم المطلب الثاني بس المطلب الثاني زيان هسا هذا الرأي ماتي رح يسهل الأمور عليكم لو يصحبها إذا رأت فقط المطلب الثاني واختاريت الثاني ووصلت إلى هذه المرحلة الأكس عدكم نعطيها بالسؤال ولكن الدي واي على ديتي ما عدكم إذا لازم ش أسوي لازم المطلب الأول كلها أسوي يلا أحصل الدي واي على ديتي وأكمل حل السؤال لذلك من يمكم إذا بالسؤال قال لي أريد مطلب أول ومطلب ثاني على موضي يكون تتابع بالأفكار زيان ماذا لو تم اختيار الكوساين في هذا السؤال بدلا من الساين هل سيكون السؤال أسهل أم أصعب ولكن قبل ما أجاوبكم على هذه الفقرة رح أقولكم كم علاقة أساسية في الحل اللي موجود أمامكم رح تقولون علاقتين أساسية الساين هي علاقة أساسية لأن اشتقيتها وفي ذا غورس هو علاقة أساسية لأن اشتقيتها زيان كم علاقة ثانوية تقولون علاقة ثانوية وحدة بس في ذا غورس قلصنا بها عدد المجاهيل زيان ماذا لو تم استخدام الكوساين بدلا من الساين إذن رح أجي أمسح هذا الحل وأجي أحل الحل الآخر باستخدام الكوساين شوفوا الفرق شرح يصير هنا رح أقول كوساين تيتا يساوي أكس على أر أكس على عشرة إذن أكس على أر بالي وان رح رح المقياس في الساعة مالأيام زمان زيان إذن معناها رح يصير عندي كوساين تيتا يساوي واحد على عشرة أكس شنو المشتقمات رح يصير سالب ساين تيتا دي تيتا على دي تي يساوي واحد على عشرة دي أكس على دي تي زيان الثيتا ما عندي حتى أعوضها الساين شي ساوي مقابل على الوتر يعني رح يصير عندي سالب واي على عشرة دي ثيتا على دي تي يساوي واحد على عشرة في دي أكس على دي تي زيان الدي أكس على دي تي عندي نعم عندي قيمتها اثنيا واي عندي نعم عندي استخرجتها بالحالة الأولى ولكن هذا الحجي الثاني شوف هذا المشتق كلها ما أحتاجها لو رايد مني فقط مطلب ثاني إذن في ذا غورس رح أستفيد منه فقط بإيجاد قيمة الواي هسه بمجرد أنا عوض ش رح يصير عندي سالب ستة على عشرة دي ثية على دي تي يساوي واحد على عشرة دي أكس على دي تي دي أكس على دي تي هي ثمين ناطينها بالسؤال هسه اختصر العشرة ويال عشرة الستة رح تنزل للمقام أيضا رح يصير عندي دي ثية على دي تي هذا يساوي سالب واحد على ثلاث اللي هو أراد على الأس يعني معناها لو طلبه في السؤال المطلب الثاني فقط فاختيار الكوساين رح يكون أقصر من اختيار الساين ليش لأن اختيار الكوساين يجعل لي النسبة المثلثية هي علاقة أساسية وفي ذا غورس هو علاقة ثانوية أما اختيار الساين لا رح يجعل لي في ذا غورس والنسبة المثلثية أساسية ويرجع يعتبر لي في ذا غورس هي ثانوية ولكن إذا طلب من عدي مطلبين أنا المطلب الأول ما طوله مسوي كامل فاختار الساين اختار الكوساين كلها نفس الشي يعني رح يكون بنفس القوة بالحالة نعم عثمان سؤالك سيدنا اش أنه هف أختار الساين ولكوساين إذا حليته بالساين هي طلع الحال مطول المثلقة من شوية ما ما أقدر أطيق فقانون ثابت حسب طبيعة السؤال ممكن يجيني السؤال بين السلم والحائط لا هنا رح يكون عندك الساين هو الأقصر زين ممكن هو يطيني يطيني الدي أكس على دي تي ويطيني الواي ما يطيني الأكس فرح يكون عندي الساين هو الأقصر فما بها فالقاعدة عامة فإذا فإذا كان مطلبين فأنت شلون ما تشتغل فهو صحيح إذا مطلب واحد فتوكل بالله وإنت شي يجع على بالك كتبة ولا تمسح لأن المسح وإعادة اختيار نسبة مثلثية جديدة ممكن يضيع من عندنا وكتب المهم النسبة المثلثية اللي رح تختارها أنت تربط بين ثابت ومتغير ويفضل أن يكون ثابت في المقام يعني خلي هنا أيضا أضرب لك مثل ممكن أجيب لك سؤال طبعا إن شاء الله يوم الثلاثة إحنا رح نبدي في موضوع جديد اللي هو مبارهنة رول يوم الجمعة القادمة رح يكون امتحان فاينل بالمعدلات الزمنية امتحان من مية امتحان فاينل بكل المعدلات الزمنية يجوز يوم الجمعة القادمة أجيب لك السؤال التالي أقول لك بورج هذا البرج ارتفاع مثلا عشرة متر البرج ارتفاع عشرة متر رح تجي ترسم البرج وتكتب لي عشرة والشخص سيارة ماكو مشكلة دراجة تبتعد من البرج بسرعة إذن هذا متغير هذا متغير وأريد منك معدل تغير هذه الزاوية أو أطيق معدل تغير الزاوية شنو النسبة المثلثية اللي رح تختارها هذا السؤال من أجيبه بالامتحان هو يطلاب رح يختارون السين لا أنا ما عندي قاعدة عامة تقول سين أو كوس أنا عندي قاعدة قاعدة لفظية تقول يفضل اختيار نسبة مثلثية تربط بين ثابت ومتغير والثابت يفضل أن يكون في المقام إذن من هو الثابت بهذا السؤال هو المقابل يعني شوف لنسبة مثلثية بها مقابل بالمقام الكوتان اللي هو شنو اللي هو مجاور على المقابل والكوسيكن اللي هو الوتر على المقابل يعني أسهل نسبتين مثلثية هي الكوتان والكوسيكن فما كفت قاعدة محددة في الصراحة تقول ياهو الأسهل أقول لك إلا نشتاقي الله ننعرف ياهو الأسهل المهم تختار أي واحدة من عندهم إذا أكو سؤال آخر بينما طلاب يكتبون الحل نعم هو مو سؤال بسؤال لتأكد من الاستنتاج الصار عندي أستاذ أنا حسب المطني بالسؤال كان مطني GX أو DT أحدد المقابل المجابر والمجاور كل الزوايا وأشوف إذا اشتاق قاعدتي هو رح يكون طريقا هذا في حال كان سؤال يعني أنت اشتاق حتى لو على مسود وشوف المعلومات اللي عندك إذا تحتاج DY على DT وما عندك DY على DT وعندك DX على DT لا غير رأيك قولي هنا رح أجي أختار في الشي يطع لي DX على DT حتى ما أحتاج إلى اشتقاق في دغوص فممكن هذا الاستنتاج نعم إذا أكو مداخلة أخرى نعم نعم فيما لو فرضنا قبل شوية أنه إذا السؤال كان بالمطلب الثاني بس نعم هل من الممكن أنه أنا أختار الثلاثية مثل السين والكوسين بعدين من خلال النواتج مثلا أعوض معادلة ويطلع الحل وين رح يكون كل الصعوب هذا بالمثال رح نأخذ بعد شوية لكن هس يعني تختار السين وتشتق وتختار الكوسين وتشتق لا الحملية لا رح تكون كل الصعبة عليك لأن أنت السين واحد رح يطلع لك الجواب فمعد علي تختار الكوسين ولكن هذه بالحال اللي رح نسول فبعد شوية لا هنا ممكن اختار السين والكوسين أو ممكن اختار بديل آخر نعم علي إذا عندك سؤال شكرا نعم علي معكم سؤال هس هنا ورما صرفنا هذه السالوف الشيقة نروح إلى مثال آخر ونشوف الملزمة وين رح نلقى هذا المثال اللي هو من ضمن أمثلة التمارين أريد تفضلون تكتبوا لهذا المثال أيضا هنا السلم ولكن ما هو الفرق بين السلم المثال والسلم التمرين أيضا هنا كلمة انزلق ياريت لو سويها تحرك أفضل إذن سلم يستند طرفه الأسفل على أرض أفقية وطرفه الأعلى على حائط رأسي بس هنا ضروري يقول أفقية وحائط الأسفل هي ضمن الحائط المفروض بمبني عدل وإلقاع المفروض مبلط ولكن يكون أفضل أن أذكرها إذن تحرك الطرف السفلي الأسفل مبتعدا عن الحائط بمعدل 2 متر بالثانية يجد معدل إنزلاق طرفه العلوي عندما تكون قياس الزاوية بين السلم والأرض باي على 3 أحتاج أن أرسم المثلث إذن رح نروح نجيب المثلث منا ورسمنا هذا المثلث هس تريد ترسم بهذا الاتجاه تريد ترسم بالاتجاه الثاني هس هذا سأسو إليه العكاس أفق كيف يعني هس أنت السلم مين ما تريد تكتبه فهنا معكم مشكلة الوطر هذا المثلث السلم في المثال ناطين طوله عشرة ولكن في التمرين مناطين طول السلة مشكلة فإذا أكف الشيء أنا متأكد من عند ثابت ولم تعلم قيمته إذن رح سمي أي دائما الحروف الأولى الإنجليزية ترمز يفضل ترمز للثوابت A B C D ترمز للثوابت X Y Z هذه أرمز للمتغيرات السلم الطرف الأيسر في حالة حركة والطرف الأيمن أيضا هنا عفوا الأسفل في حالة حركة جزء الأسفل والجزء الأعلى أيضا هنا في حالة حركة واحد ابتعاد واحد اقتراض شنو المعلومات اللي ناطني ناطيني DX على DT يساوي 200 تماما مثل المعلومة اللي ناطني بسلم المثال ويدا يريد من عندي معدل انزلاق طرفه العلوي يعني DY على DT هذا مطلوب تماما كما موجود في مثال السلم ولكن شنو هنا الجديد يقول لي عندما تكون الزاوية بين السلم والأرض PY على ثلاث إذن هذا يمثل الجزء الثالث من الملاحظة الرابعة شلون أميز بين الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث أريدك هنا تركز وياي بشكل جيد جدا الجزء الأول ما بيزاوي نهائيا يقول لي إذا علم ظلعين أو أكثر فيه مثلت بشكل دائم أو مؤقت وطلب معدل تغير ظلع فيه فإن في داغورس علاقة أساسية وعلاقة ثانوية كل مشكلة ما أك الجزء الثاني يقول لي إذا علم أو طلب معدل تغير الزاوية في مثلت قائم الزاوية فإن في داغورس رح تكون علاقة ثانوية لكن العلاقة الأساسية هي نسبة مثلتية يفضل أن تربط بين ثابت ومتغير ويفضل أن يكون الثابت في المقام أما إذا علم الزاوية بشكل مؤقت إذن لازم يتميز بين الملاحظة ثانيا والملاحظة ثلاثة الجزء الثاني والجزء الثالث الجزء الثاني دي ثيتا على دي تي معلوم أو مطلوب الجزء الثالث لا الثيتا هي نفسه معلومة بشكل مؤقت فإذا علمت الزاوية بشكل مؤقت في مثلث قائم الزاوية فإن العلاقة الأساسية في ذا غورس والعلاقة الثانوية هي نسبة مثلثية يفضل أن تربط بين متغيرين إذن صار تبادل بالمواقع كأس العالم بعدها شميون اللاعب مثلا يلعب وسط ويشوف ضغط عالية كل شوائل المدرب يقول لها دفاع والدفاع يقول لها أصعد وسط فيصير هذا يسموها كرة القدام يسموها تغيير مراكز هنا الملاحظة الجزء الثاني والجزء الثالث تغيير مراكز الجزء الثاني الأساسية مثلثية الثانوية في ذا غورس الجزء الثالث الأساسية في ذا غورس الثانوية هي نسبة مثلثية ولكن يفضل أن تربط بين متغيرين إذن معناها خلي أرجع إلى سؤالي والفرضية هي نفس الفرضية اللي سوينها قبل شوية إذن نفس الفرضية تماماً هذه رح أعيدها إذن هذه الفرضية رح تعاد نفسها رح أخذ النسخ مالتا إذن نفرض شنوه نفرض البعد بين الطرف الأسفل عن الحائط هو ونفرض بعد الطرف الأعلى عن الأرض هو ونفرض الزاوية بين السلم والأرض إذن هذه سأسميها ثيتا شي تقول للملاحظة اللي سؤلف نفسه تقول للعلاقة الأساسية في داغورس شي يقول في داغورس يقول مربع الوتر اللي هو أي تربيع يساوي مجموع مربعي الظلعين القائمين أكس تربيع زائد وإتربيع الخطوة الأولى فرض المتغيرات بأسماء معينة الخطوة الثانية إيجاد علاقة بين المتغيرات الخطوة الثالثة اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن إذن منه منكم يقول لي شنو مشتقة هذه العلاقة شنو مشتقة هذه العلاقة أي تربيع تساوي أكس تربيع زائد واي تربيع الباقين الباقين زين محمد عقيل نعم نعم مشتقة الأي صفر نعم إذن هنا الأي تربيع المشتقة مالتها صفر وإجابتك صحيحة ومشتقة الأكس تربيع شنو 2x dx على dt ومشتقة ال y تربيع 2y dy على dt نعم نعم إذن صفر تساوي شنو رح يصير 2x dx على dt زائد 2y dy على dt واني متأكد بعضكم من داء سئلة عن الاشتقاق كأنه قال لي 2a dy على dt إذن هنا هذا أي تربيع ثابت ومشتقة الثابت هو صفر طبعا هنا بالمناسبة نرى بعض أخوتنا المدرسين وبعض الحلول التي توصلنا عن طريق الطلاب يقولون مدرسنا قال لنا مشتقة الأي تربيع هي 2a dy على dt وهذا نفس المشتقة وبعدي عوض مكان الda على dt صفر وصار 2a في صفر صحيح صحيح ماكو مشكلة صحيح باعتبار هنا هذا ما بسرعة السرعة ماتة صفر معدل التغير صفر ماكو تغير أصلا لكن ماكو داعي صحيح يعني هنا إذا أريد أشتق أقول 2a dy على dt وأكتب dy على dt صفر لا إشكال ولكن الأفضل حتى ليش أقول أخاف أنس مباشرة صفر يساوي ولكن رح يجيني السؤال بالواجبات يقول لي طريقان متعامدان هنا تمشي سيارة أسميها x هنا تمشي سيارة أسميها y يريد معدل ابتعاد السيارتين أسميها z إذن كلها في حالة تغير رح يصير z تربيع تساوي x تربيع z y تربيع كلها متغيرة شن المشتق مالتها رح يصير 2 z z على dt يساوي 2 x dx على dt ز 2 y d y على dt لأنها كلها متغيرة هنا صار عندي ثلاث مشاكل لا x أعرفها ولا y أعرفها ولا dy على dt أعرفها احنا قلنا بعد الاشتقاق إذا صف عندي مجهول واحد أعوض وينتهي السؤال لكن إذا صف مجهوليا أو أكثر فأبحث عن علاقة ثانوية شنو العلاقة الثانوية هنا هي نسبة مثلثية وهذه النسبة يفضل أن تربط بين متغيرين يفضل إذا نشرح أقول هنا راح أقول تان باي على ثلاثة يساوي واي على اكس الباي على ثلاثة منه هي ثيتة تان ثيتة هي واي على اكس إذا تقول لي أنا بالبداية أريد أسميها ثيتة وبعد ينكتف باي على ثلاثة ما كو مشكلة ولا ولا يهمك يعني هنا راح أجي أقول تان ثيتة تساوي واي على اكس ورح أعوض الثيتة إذن راح أقول تان فاي على ثلاثة يساوي واي على اكس من منه تان 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 مثل ما تعرفون هو ساين على كوساين ساين الستين درجة جذر ثلاثة على اثنيين الكوساين هو نص من أجي أختصر يعني راح يصير عندي جذر ثلاثة يساوي واي على اكس يعني معناها الواي تساوي جذر ثلاثة اكس هادي وين راح أعوضها اذن هادي راح أجي أعوضها في مشتقة العلاقة الاساسية على موض المشاكل مكان ما كانت ثلاثة راح يصيرون اثنين اذن شرح يصير عندي التعويض صفر يساوي اثنين ال اكس راح تنزل مكان الدي اكس على دي تي راح اكتب اثنين زائد اثنين ومكان الواي راح اكتب جذر ثلاثة اكس ودي وي على دي تي هذا مجهول اثنين اكس في اثنين اربعة اكس يحول الى الطرف الاخر يعني معناها شرح يصير عندي اثنين جذر ثلاثة اكس دي وي على دي تي يساوي سالب اربعة اكس يعني معناها راح يكون عندي الدي وي على دي تي يساوي سالب اربعة اكس على اثنين جذر ثلاثة اكس من اجي اختصر ال اكس وي ال اكس اذا راح يصير عندي دي واي على دي تي يساوي سالب اثنين على جذر ثلاثة متر بالثانية زين هو ش ديريد مني ديريد مني معدل انزلاق الطرف العلوي اذا راح اضيف له هذه الفقرة راح اقول له اذا معدل انزلاق شنو الطرف العلوي استبدل الاشارة السالبة بكلمة انزلاق اللي هو اثنين على جذر ثلاثة متر بالثانية بعض الطلاب يقول لي ليش ما اختار العلاقة الثانوية هي ساين ليش انت بالاحتمال الثاني قدت انه يفضل ان تكون العلاقة الاساسية نسبة مثلثية تربط بين ثابت ومتغير وثابت في المقام ليش يناقل متغيرين انا يعجبني اختار متغير وثابت اقول لخلي نجرب نشوف الطريق راح يكون اسهل ام اصعب اذا ردت اختار الساين في اتر ردت اختار ساين باي على ثلاثة رأسها رح اعوض الساين هذا من هو هذا واي على اي ساين الباي على ثلاثة رح يصير عندي جذر ثلاثة على اثنين يساوي واي على اي من رح اقول طرفين يساوي وسطين رح يصير اثنين واي يساوي جذر ثلاثة اي يعني معناها الواي تساوي جذر ثلاثة على اثنين اي اذا ردت هنا اللي كان عندي ثلاث مشاكل ومكان الواي اكتب جذر ثلاثة على اثنين اي الثلاث مشاكل بقت الثلاث مشاكل ما سوينا شي راح الواي يجب مكان اي زيان اذا اختار الكوساين راح اقول كوساين باي على ثلاث يساوي اكس على اي وكوساين الباي على ثلاث هو نص يساوي اكس على اي طرفين يساوي وسطين يعني معناها راح يصير اثنين اكس تساوي اي يعني معناها الاس تساوي شنو الاكس تساوي اي على اثنين ازين اذا اردت اعوض مكان الاكس وحد اي على اثنين هم راح اصير عندي نفس المشاكل هم ثلاثة ولكن اذا في نفس الوقت عوضت مكان الاكس بدلالة اي وعوضت مكان الواي بدلالة اي راح اخلص من دول اثنين واجه مكان هم بس الاي كل طرف كل حد اخليه بطرف من اجي اقسم راح اجي اختصر الاي ويا الاي يطلع عندي نفس الجواب لذلك اذا اختار التان او الكوة تان لوحدها كلش كافي اللي تربط بها المتغيرين بس اذا اختار الساين لازم اختار وياها الكوة ساين اذا هذه الغاية من اختيار التان في هذا السؤال اللي عنده اي مداخلة على هذا الحقيق نعم استاذ ما يساوي جذر 3x اذا اشتقها مو يطلع dy على dt يساوي هم اثنين على جذر 3 جيد اذا سؤال جيد جدا بعض الطلاب يقول انا هذه اذا اشتقها راح اصير dy على dt يساوي جذر 3 dx على dt واني عندي dx على dt يساوي 2 فاش راح يصير عندي راح يصير dy على dt يساوي 2 جذر 3 ليش هنا طلع سالب 2 على جذر 3 اقول انا انا متفق بان المتغير الدائم في حالة تعويضه يمنع اشتقاقه فانت شلون عوفت وتريد تشتق اذا هالا خطأ اذا بعد استاذ الثان اذا نعوض بطل ناخد كوتان استاذ الزاوية مالتها جذر 3 لو اقول 1 على جذر 3 الكوتان لا راح يصير 1 على جذر 3 اخذ عكس هند النهاية اي بالضبط بس اش راح يصير عندك راح اصير x على y اي نعم از هس هنا هذا المثال ما اليوم يعني اليوم محاضرتنا عبارة عن مثاليا سلميا فقط ممكن يجيب لي سؤال بالامتحان ما يطين يقول لي عندما يكون بعد الطرف الاسفل يساوي كذا عندما السيارة تتحرك بمسافة كذا يطيني سرعة ويطيني زمن اذا هنا سنة من السنين من اجه سؤال بالوزاري وايضا هنا نعطيني مثلث قائم الزاوية شكوا به هذا المثلث يقول لي طريقان متعامدان تسير سيارة على الطريق الاول بسرعة 40 كم بالساعة يعني معناها سأقول DX على DT تساوي 40 وتسير سيارة على الطريق الثاني بسرعة 60 كم بالساعة طبعا اثنين اثنين منطلقهم في نفس المكان اذا معناها سأقول DY على DT يساوي 60 اشرات في وقتها قال جد معدل ابتعاد السيارتين بعد مرور ربع ساعة وبكتها الطلاب يطلعوا من الامتحان يدردمون قالوا هنا شو مناط هنا لا X ولا Y قلنا لهم بأن هنا لازم تستخدم القانون الفيزيائي اللي يقول السرعة او الازاحة تساوي السرعة في الزمن هنا يريد مني معدل ابتعاد السيارتين بعد مرور ربع ساعة يعني معناها رح أقول X تساوي شنو 40 في ربع ويساوي عشرة وهنا رح يكون Y يساوي 60 في ربع وتساوي 15 وبعد هنا رح أجي أطبق في داغورس ورح أجي أستفيد من نمر تين هنا في وقتها الطلاب قالوا هنا يعني صار ظلم لأن هنا جابونا قانون فيزياء وإحنا يفترض درس رياضيات وفيزياء إذن قلنا لهم لا أبد ما كو ظلم هنا حتى لمحافظ القانون الفيزيائي ممكن يستنتجها بشكل اعتيادي نسميها باللغة العامية نسميها حساب عرب يعني يعني هنا إذا سيارة تسير بسرعة 100 كيلو متر بالساعة بالساعة تمشي مية وراء ساعة ين قد رح تمشي يقول لي مية ين ويقول لك وراء نص ساعة قد رح تمشي تقول لي خمسين وراء ربع ساعة تقول لي خمس وعشرين إذن هنا ما استخدمت قانون فيزيائي ولكن بس أن تكتب أنت ملاحظة بدفترك اكتب لي إذا علمت السرعة إذا علمت السرعة والزمن المقطوع فإن الإزاحة تساوي السرعة في الزمن عندك سرعة وعندك زمن الإزاحة تساوي السرعة في الزمن إذن من أقول لك سيارة تحركت من نقطة معينة بسرعة مثلا عشرين كيلو متر بالساعة تمشي على كيف جد معدل ابتعاد هذه السيارة بعد مرور خمس ساعات إنت راح تقول لي عشرين في خمسة تساوي مية إذن هنا اليوم المادة مالتنا يعني كملت وأكو جزء مهم جدا راح ينزل بلكي إن شاء الله يوم الثلاثة يتحدث عن الواجبات للاحتمال الرابع جزء مهم جدا 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 أكو بعض الأمور من ضمنها سؤال الصقار اللي هجم على الأرنب سؤال القطار اللي تعرض إلى عملية إرهابية سؤال الحادث المروري المروع وأكو أسئلة أخرى جاءت بالامتحان الوزاري بعضها فيها إشكال وبعضها لا إشكال فيه هذه كلها راح أجي أشرحها من خلال ملحق الواجبات الجزء الرابع إن شاء الله حتى يكمل عدنا المعدلات الزمنية ولكن الواجبات اللي أريدها منك هذا اليوم صفحة خمسة وثلاثين واجب وصفحة ستة وثلاثين أيضا هذه ما رأي تكتبها بالدفتر ولكن راح أقول عليها اطلع وباستقراها لأن أكو بها فأمور مميزة جدا راح أشرح أشرح دقيق إن شاء الله في ملحق الواجبات صفحة سبعة وثلاثين أيضا راح يكون واجب ومن صفحة ثلاثين ذني آخر سؤاليا هذه أيضا راح تكون واجب إذن هذه الواجبات المطلوبة منك إلى الدرس القادم تقرون بتركيز وامتحان مثل ما قلنا يوم الجمعة القادم إن شاء الله وتصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر